وعن تقديرات موازنة العام 2023 توقع وزير المالية محمد العسعس أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7% للعامين 2022-2023 مقابل 2.4% لعام 2021 وأن ترتفع نفقات العامة إلى نحو 11 مليار دينار لزيادة مخصصات النفقات الجارية مع زيادة رواتب الجهاز المدني والمتقاعدين العسكريين والمدنيين إضافة إلى فوائد الدين العام بسبب ارتفاع الفائدة العالمية كما قدرت الحكومة ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 829 مليون دينار عن مستواه لعام 2022 وأن يرتفع العز بعد المنح إلى حوالي مليار و862 مليون دينار إضافة إلى انخفاض الدين العام للسنة الثالثة على التوالي في ضوء المعطيات السالفة الذكر قدرت النفقات الجارية لعام 2023 بمبلغ 9.839 مليون دينار أي لترتفع بنحو 766 مليون دينار ما نسبته 8.4% مقارنة بعام 2022 ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلام العامة بنحو 153 مليون دينار وزيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 135 مليون دينار وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 24 مليون دينار كما جاء الارتفاع في النفقات الجارية إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2023 بنحو 149 مليون دينار مقارنة بعام 2022 لتصل إلى نحو مليار و577 مليون دينار في ضوء الارتفاع في أسعار الفائدة عالمياً جراء السياسات الهدفة إلى احتواء التضخم عالمياً وفي ضوء التطورات على جانبي النفقات والإيرادات ومواصلة هذه الحكومة لتنفيذ برامجها للإصلاح المالي والاقتصادي فسينخفض الدين العام للسنة الثالثة على التوالي بنحو 1.5% في عام 2023 وليصل إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي إن شاء الله